ارتفاع الأسعار لم يعد يثير الاستغراب لدى المستهلكين والمسوقين فبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والمواد البلاستيكية يأتي رفع أسعار منتجات الحليب اللزنة الرسمية لتحديد الأسعار للمستهلكين قررت رفع أسعار الحليب ومنتوجات الألبان الضرورية بنسبة تصل إلى ثمانية وسبعة أعشار بالمئة ما سيؤدي لرفع أسعار جميع المنتجات في ثلاجة المستهلكين الزبولي الأخير اللي أنا عمال أتعمل معه مش عم بتحمل الغلا إن كان بارتفاع ضريبة السكر وإن كان بارتفاع الأشياء الاستعمال المرة الأولى وهي قصة الحليب الشحن اللي بيجي من الدولي غلي والنقل غلي والمحروقات غليات والأكل تبع الحيوانات غلي الإشي لا يطاق مش عمال أقدر أستوعب شو بيصير هذا براد الحليب أمامك كل هاي الواجهة من هون للآخر فيها من عشر إلى خمسة عشر حملة بالمقابل هاي كانت فيها خمسين ستين حملة لحد أولي شهر لورا الإشي لا يطاق المستهلكون يتذمرون فلا حول لهم ولا قوة يجبرون على القبول بهذا الواقع بالرغم من ظروف المعيشة الصعبة التي تضيق عليهم ويتسألون إلى متى طبعا رح يأثر على السهلاك وهذا وضع المزبوط مش مريح في المرة لأنه يعني بدين يطلونا تأمين زيادة خمسمائة شيكل بأول السنة من ناحية ثانية بدين يرفعوا الحليب ورفعوا البنزين وبدين يرفعوا الكهرباء يعني كله خسارة بخسارة هاي أشياء ضروريات محداش راح يبطيش حليب الناس بدأت تشتري مهما يكون السعب بدأت تشتري تقرير الفقر البديل يشير إلى أن نسبة المواطنين الفقراء في البلاد في ازدياد وشروط الأجور في سوق العمل برقود منذ فترة طويلة وبالرغم من ذلك الأسعار بارتفاع مستمر ولا حلول واقعية بالأفق حتى هذه اللحظة